سمك التونة إحدى الوجبات التي تعتمد عليها الكثير من الأسر اليمنية ولجأت إليها للهروب من لحوم الدجاج والمواشي التي ارتفعت إلى السعار الجنونية أفقدتهم القدرة على شرائها وأحرمت من تناولها هذه الوجبة المهمة حرم منها الكثير ليرتفع سعر العلبة منها ولأول مرة إلى 3400 ريال في عدن قبل أن تنخفض متراوحة ما بين 2000 و 3000 ريال فيما اقترب سعر كل الثمد إلى نحو 4000 ريال وتصل نسبة إنتاج اليمن وخصوصا محافظة حضر موت من سمك التونة المعروفة محليا بالثمد إلى أكثر من 86% من إجمال الإنتاج من هذا الصنف التجاري المطلوب عالميا حيث يوجد في حضر موت مصانع للتعليب هيرغويزي سبا الريان بحر العرب المكلة الوطنية شركة ساحل حضر موت ورغم وجود ذلك الكم الكبير من مصانع الأسماك في اليمن إلا أن الأسعار الكبيرة لا تتناسب وقدرة اليمنين الشرائية ونظرا لأهمية هذا النوع من السمك لما له من فوائد صحية وغذائية فقد خصصت الأمم المتحدة الثاني من ما يوم كل عام يوما عالميا للاحتفال بأسماك التونة التي تعد موردا غذائيا مهما يواجه عدد من التحديات أبرزها زيادته الطلب التي تؤدي إلى الصيد الجائر وتحتوي أسماك التونة الغنية بالأوميغا 3 على المعادن والبروتينات والفيتامينات ولعل أهم ما يميز أسماك التونة هو تأثيرها الإيجابية الكبيرة على صحة القلب والعينين وتعزيز جهاز المناعة وتحسين الدورة الدموية ووظائف الكلا وخفض ضغط الدم وينظم الصيادون رحلة سيد سمك التونة التي تعيش بالقرب من سطح الماء ابتداء من منتصف شهر مايو من كل عام شكرا